اه الاول حد عنده تعليق على الشوية الكاملة اللي انا قلتهم دول يعني اه اه حد معترض حد اه قبل ما اه يا حد كراش يلوه وبعد كده ايه مشي طيب احمد محمود ابن خالتي في سنة كام يحمد انت في سنة تالتة اه برايح تالتة اه رايح تالتة وكان قاعد بيذاكر عشان عنده امتحانات وبعدين الزهر هو بيذاكر كده ايه يعني العملية سرحت معاه تمام والشيطان كده ايه لعب به فقال له ايه يعني تشروح تشتغل عشان تجي فلوس عشان تعمل بلاي فيا احمد يا محمود ركس مذاكرتك الشغل الليك عايز تشتغله ده هيضيع وقتك ومش هيجيب لك فلوس يعني مفيش شغل في مرحلة الطلبة في مصر هيجيب لك فلوس عشان بس ايه تلغي القصة دي من دماغة الشغل اللي هيجيب لك فلوس يعني حتضيعها في المواصلات يا دو لو رحت اشتغلت مثلا في صيدلية حتضيع وقت وفي نفس الوقت الفلوس اللي هيجيبها مش هتعمل بها حاجة لو رحت اشتغلت مثلا ترجمة طبية ولا مش عارف في ايه حتضيع وقت وفي نفس الوقت مش هتعمل بها حاجة ولكن saying that يعني فيه ممكن يعني انا بشجع الناس دايما ان هي تحاول وانا قلت كده في في الميتنجس والحاجات داعت الطالبة انا بعدتلك حاجات كتير موارش اتسمعتها او لا قلت للطالب تلات حاجات تلات حاجات رئيسية قلت المذاكرة وتكلمنا بقى على طرق المذاكرة وازاي تحسن طريقة المذاكرة وازاي تحسن تأديرك ودوشة كتير كده طبعا شوقتها هزلوقتي والتانية حاجة قلنا ان انت تبقى متابع للسفر والقصص للسفر مش عايزك تعمل حاجة في الصفر على سنة على الامتياز تبقى ملم مش تعبقى تسأل والبلاب يعني ايه ولا هي الزملة يعني ايه ولا هي المش عارف ايه يعني ايه تبقى متابع كده متابع بتقرأ بتخش على الفيز بتعرف وتالت حاجة اللي انا قلتها ان انت لازم تكون بتعمل حاجة ببرا الطب يعني بتعمل رياضة بتعمل تقرأ ومن ضمن الحاجات اللي انا يعني دايما بقولها وانا ان شاء الله يجب عليها حاجة يعني فيها ميتنج مخصوص انا معرفش دي حاجة يعني تنفع معاك او تنفع مع حد تاني ان انا بشجع الناس ان هي تدور على موضوع البرمجة وتشوفه وتبص عليه وتشوفها هيجي معاها سكة ولا لا القصة دي مش طبعا مش كل الناس هتحبها ومش كل الناس هتعملها بس يعني اللي مش عارفها يدور عليها ويشوف يمكن يحبها او يمكن يلاقي فيها نفسه يعني اه وانا شخصيا يعني ان شاء الله بإذن الله بس اخلص اللي انا بعمله دوت عندي شوية بس داوش هكده في الشغل اللي هو في الامتحنات وجده وبعدين ها هاكسبلور الموضوع ده وهشوفه هيجيب عليها سكة ولا لا الموضوع دوت يعني يعني بروميسن جدا 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 واني انت تتعلم لغة البرمجة لغات البرمجة ديت كتير جدا زي الجيفا سكريبت وزي حاجة اسمها الفايتون وزي لغات برمجة كتير جدا اللغات البرمجة يعني باختصار البرامج اللي على الموبايل بتاعك البرامج اللي على الكمبيوتر بتاعك على اللابتوب بتاعك البرامج اللي على البرامج مثلا اللي هي مثلا ايه حد عنده شركة مثلا فيجي برنامج ييزبط له الشركة حد عنده سيدلية فبيحط له برنامج يبقى مثلا انت عندك سيدلية برنامج مثلا في الأدوية وفي الأسعار ومش عارف ايه حد عنده مستشفى طبعا كل المستشفى هنا في انجلترا ماشية كلها ببرامج تلاقي برنامج مثلا للعينين والفايلات بتاع العينين برنامج للليترز بتاعة الوجي بي برنامج للانجستيجيشنز برنامج مش عارف ايه فالسوفتوير دوت حاجة يعني عالم تاني خالص للأسف ماس كتير خالص في مصر ما تعرفش عنه حاجة ولكن هو عالم تاني خالص الميزة فيه بقى انه هو انت بتتعلمه وانت قاعد في بيتك وانت قاعد جوه قلب بيتك كده عمال بتتعلم وبتذاكر بتاخد كورسات كورسات بتبقى بفلوس طبعا الموضوع مختلف فيه فيه آلاف الكورسات وفيه آلاف المواضيع ملايين عشان كده انا ان شاء الله بإذن الله هجيب واحد قريب شغال هو مهندس اي تي فاهم في القصة ديت وهو يعني لو تسمع قصته تقول يعني هو اساسا كان خريج كل التجارة وراح اشتغل في السعودية في حاجات بتاعت حسابات وكده في مجاله يعني وكان شغال في فندق كده والفنادي دي كانت تابعة الحجة طبعا دخلت الكوفيد والبتاعة تقفى الحجة واتخرب بيت الفنادي دي كلها ومشهوهم كلهم اللي اللي مسك حيله واللي يعني انقذه من الحياة انه هو كان متعلم موضوع الاي تي ده كان مع نفسه مع نفسه بجانب اللي هو بيعمله ده كترة كتير هنا في انجلترا عارفين القصة ديت ده كترة الزغيرين كلهم عارفين القصة ديت وفيه ناس كتير بتعملها او يعني بتفكر تعملها وبقابلهم وهم اللي قالوا لي يعني انا عارفتها من خلال الشباب الزغيرين ده كترة هنا فهي بقى تعمل ايه وتعملها ازاي وتعملها فيه طبعا بتعلمها من البيت ولما بتيجي تشتغل برضه فيه شغل كتير ممكن تشتغله من البيت وتفتح لك فرش شغل كتير في انجلترا وفي المانيا وفي مصر حتى بمرتبات كويسة حتى في مصر بيشتغلوا بمرتبات كويسة فطبعا بس لازم يعني مش اي حد برضه يعني ممكن ناس كتيرا متحبهاش ممكن ناس تحبها اكسبلور يعني الفكرة ان انا ان انت تاكسبلور القصة دي فدي حاجة مثلا يعني فمن ضمن يعني ده احنا هنرجع لموضوعنا بتاع الطلوة انا بقولك تلات حاجات واحد اتنين تلات قلنا حاجتين الحاجة التانية الحاجة اللي هي برا الطب دي اسهل حاجة وقفية حاجة واللي هي واللي انا برضه ارشحها اكتر بالنسبة لك انت من من موضوع ده ان انت تلعب رياضة تروح الجيم تبقى عندك نشاط رياضي منتظم مش بتعمله يعني معاك ترينر معاك مدرب بتروح بتقابلك ومرتين في الاسبوع بتاع تبقى عندك مثلا تارجت ثقافي معين عندك بعض الكتب المعينة اللي عايز تقراها بعض المعلومات المعينة اللي عايز تعرفها يعني انا ارشح لك ورشح لكل الناس ان هي تهتم جدا 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 ان هي تسمع الشيخ شعراوي الراجل ده عبقري 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 بكل المقاييس الموضوع مش ديني بس لما تسمع الشيخ الشعراوي مش بيفتح مخك عالدين بيفتح مخك عالحياة وعلى معنى الحياة والكلام ده يعني يعني مش بيفيدك بقى في الصلاة وفي الدين وفي العبادات لا ده بيفيدك في الاختيارات بتاعة حياتك بيفيدك في اختيارات بقى ايه اخد عظم ولا اخد انت انت ممكن تكون مش بصدقني بس انت صدقني لما تبدأ تسمعه مرة واثنين وثلاثة وعشرة والتغوص في فكر هذا الرجل تلاقيه يعني اختياراتك اتبانت على حاجات ممكن انت سمعتها وهو قالها على على افكار هو قالها الرجل ده كان يعني بيجي له وحي من عند ربنا وهو اللي كان بيقول كده هو بيبقى داخل يفسر ما بيباش عارف هو هيقول ايه وهو بيتكلم الوحي ينزل عليه كده ويتكلم الرجل ده يعني يعني من المشاء الله ربنا يرحمه ربنا يخفر له وسبحان الله العظيم يوم الايام اللي هو كان بيتشتم فيها طبعا الشوية الرعاع اللي كانوا بيقعدوا يشتموا فيه تخيل اليوم اللي هو كان بيتشتم فيه تحول الى احتفالية وذكرة وترحم عليه من الناس كلها فده انا تخيلته كده انه هو في قبره يعني ووجد كده يعني دي الفكرة اللي جات في بالي ساعتي انه هو نايم في قبره ووجد دعوات كتير من الناس كتير كده فصحي كده وقال فيه يا جباعة ايه دعوات وايه الجمال وايه الحلوة دي فحد يقول له فيه واحد شتمك سبحان الله العظيم فواحد شتمه يتحول الموضوع الى دعواته وبركات للرجل ده انصح بشدة ان الناس كلها تسمعوا بانتظام انا الحمد لله بسمعوا بانتظام من زمان خالص بستمتع بالكلام اللي بيقوله بستمتع بفكره بستمتع بأداؤه فيعني لو حد يعني انترستد يجرب والموضوع مش اللي هو عارف انت تكتوك كاية كده في النص كده بتلاقيها كده ويحطوا عليها موسيقى وبتاع الشيخ الشعروي فانت تقول الله وبتاع لأ الموضوع صدق لي اعمق من كده لو انت سمعته بانتظام بانتظام والسماع احسن من القرية لي يعني الاراية لي مبتدكش نفس اللي بيدولك السماع بتاعه فدي من ضمن الحاجات اللي انا انصح الناس تعملها برى لطب لو حد يعني حابق فالفكرة ايه الفكرة الاساسية يا حج احمد حاجة برى لطب سواء ان انت تتعلم حاجة مثلا زي الكودنج زي حاجة تانية زي في حاجة فيه ناس بتتعلم مثلا كتابة المحتوى الطبي وده برضو كويس هو ما بيجيبش فلوس كتير بس عشان نبقى ايه بس كويس يعني ايه اه حاجة كده جنب الطب تتعلمها ازاي تكتب محتوى الطبي ايه يعني ايه كتابة المحتوى الطبي انت عارف مثلا المواقع كلها اللي عنت مثلا اه عليها مثلا انت لو دخلت مثلا كتبت اي حاجة طبية كده اي كلمة طبية اكتب مثلا الابدومن البين تلاقي قيمية مواقع غير طبيعية فيه بقى مواقع لدكاترة وفيه مواقع لطلبة وفيه حاجات تنفع للناس العاديين وفيه حاجات فكل الحاجات دي بيبقى عايزة الحاجات تكتبها فيه شركات بتبقى بتعوز تهير ناس ان هي تكتب لهم الحاجات دي او طبعا فيه طبعا المحتوى الطبي المحتوى الثقافي عمتا باللغة العربية ضعيف جدا وهو وضعفه مش عشان اللغة ضعفه عشان احنا ناس ضعيفة فاحنا يعني هم سبقونا بكتير وعمل حاجات كتير واحنا مش لحقين ما لحقناهمش طبعا فيه فيه شغل كتير مثلا في الترجمة الطبية او الترجمة حتى اللغير طبية محتاج يتعمل موضوع برضو كبير انا مش ملم بتفاصيل قوي بس فيه 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 ناس بتدي كورسات في الترجمة الطبية والكتابة المحتوى الطبي والحاجات اللي زي كده وكتابة بتعمل رسائل وبتاع بيعايز حد يساعدها في كتابة الرسائل في مصر وكده فموضوع برضو ايه يعني حاجة تتعلمها مش تشتغلها لو اشتغلت بشغلك انت ما عندكش اصلا حاجة امكانيات ان انت تجيب شغل اكتر من حاجات شغل هيبقى تعبان خالص هيضيع وقت كتير ممكن تستفيد منه في حاجة تانية يعني مش هيجيب لك فدوس اللي انت عايز على العكس الفدوس اللي هتجيب منه هتلاقي بتصرفها يدوب على الشغل يعني على مواصلاته وعلى تروح هناك مثلا تجيب لك واحدة اتنين ديليفري خلاص خلصت كده القص خلاص ياحمد ركز احمد وعنت قعد بتتذكر وتقول لي شغل افكار لايلي الامتحان ايه والله انا افكار لايلي الامتحان ركز المذاكرة بتاعتك وبعد ما تخلص الامتحان فكر بقى ايه الحاجات اللي ممكن تعملها برة الطب يعني خلاص خلاص ياحمد يا سلاموني تمام الكلام كده ايه حاجة مزعلك اللي باش ازاي بنام خالص امروك نت كم من نوم ايه في حاجة نام ايه مش مزعلك انا ازاي ايه دكتور كان في سؤال كده اسأل يا احمد شغل الاسيتكس والتجميل شفت ناس جبية بيقولوا النمر بياخدوا دبلوما ويشتغلوها الاسيتكس والتجميل شغل بروميس جدا بياخدوا فعلا على فكرة ده مش ليدكاترة بس يعني ممكن تبقى دكتور وممكن تبقى مش دكتور كمان ممكن تبقى تمريد ممكن تبقى اي حاجة هيلث كير بروفشنل اي حد دي علاقة بالطب ممكن اشتغل القصة دي بس طبعا يعني الناس بتتصق اكتر لو في دكتور بس انجلترا هنا يعني لو انت دكتور عايز تبقى معك جي ام سير جستريش ممكن تاخد كرس كده كرسات كده وبتاع وتشتغل الحاجات دي اللي هي الحاجات بتاعت الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا انا غير ملم بكل التفاصيل ولكن اعرف حد ماشي في السكة يعني ما وصلش لاخرها خالص كرسات دي موجودة في مصر في ناس في مصر بتعملها وحتى يعني على الجروب بيحطوا الاعلانات بتاعتهم بس انا بصراحة يعني بعمل للاعلانات لان الاعلانات لو انا فتحت الاعلانات يعني ما حاجة يعني غير طبيعية الجروب هيبوز فانا بدي اولوية للاسئلة بتاعت الناس وكده وبعدين انا كنت اقيل حتى الناس اللي عايز تفاهم الاعلانات تدفع تمن الاعلان يعني انا اقلت لهم كتبت كده اللي عايز يحط اعلان يدفع تمن ان ان انت تقول حاجة مفيدة تعمل حاجة مفيدة اما حد يعمل لنا فيديو يعرف الناس بحاجة اما حد يعمل لنا بتاعة دوت اعمل مثلا دسكاونت بتاعة الناس بتاعة الجروب اما ما حدش رد علي فانا خلاص بعمل وما بعمل بحط اعلانات خلاص على الجروب اللي حابب يعمل حاجة مفيدة للناس انا هحط ديت عشان اقولك ان في كورسات كتير ل الاسستاتيكس ديت في مصر بيعملوها الناس بيتعلم بقى الحقن والنفخ والبتاع اللايبوساكشن مختلف شوية اللايبوساكشن في مهارة جراحية شوية والعيام بينام تغدير وبتاع فطبعا يعني قصة مختلفة شوية غير الحاجات البسيطة التانية في حاجات البوتوكس والمش عارف ايه دي 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 بسيطة كده دي مش محتاجة لها تغدير لها حتى ممكن يبقى حاجات بلوكل او حاجات حتى من غير تغدير خالص انما اللايبوساكشن ده قصة يعني ادفانس شوية ده محتاجة تبقى دكتور ومحتاجة بعدك سكيلز مؤينة واعتقد بيها كورسات برضو ولكن يعني من ضمن عيوب الحاجات دي ان الحاجات دي انت يبقى تعامل مع ناس الملي فرق معاهم يعني خلي بالك برضو فعايز حد يكون ايه عنده خلق القصة دي ايه عندي مش عارف طبعا يعني ايه البنات احسن في الموضوع ده لان البنات بتهتم بالتفاصيل يعني البنات ايه يعني هي كده الستات ربنا خلقها بتهتم بالتفاصيل ودقيقة جدا و لا الرجالة يعني اغلبهم يعني اللي هو ايه يفكك يعني اللي هو ايه يعني ملي نقص ملي زيت فحنا الناس بتكمل بعض ده لعيب في الرجالة ولا في الستات فهو ده الناس بتكمل بعض في حد بيهتم بالتفاصيل وفي حد يعني لما مثلا بغير للولا ابني بص مراتي بتبقى هتصوت من اللي انا بعمله فيه انا بمسكه بكده من الرجلية عمل زي بعلقه كده في الهو كده واخسله طبعا مراتي لا طبعا لا وازاي واش عارف ايه فطبعا كل واحد ليه دوره في الحياة فالحاجة دي ممكن تنفع للبنات اكتر لان هما مش بتهتم بالتفاصيل قوي ودمارك مش كده قوي فمتتغلش القصة دي انا دي السكة دي ما تنفعش معايا خالص انا ما تنفعش معايا السكة دي انا بقولش ده حلوة ولا وحشة بس انا تفكيري مش كده خالص اه فارجو تفهمت كده احمد اجابة دي هتكرر وصلت تمام طبعا دكتور دي متحل الجيب دي حتى لو انت مش دكتور بتاخد فيها كورسات وبتاعة وبتعملها وانت بقى ومجهودك بقى قصة برايفت كلها يعني فانت بقى بتروح بقى تعمل مكان وتعمل دعاية وتعمل دعاية بقى على نت وتعمل فيسبوك واجهزة وعندك اجهزة بقى متطورة وبتاعة مش عارف ايه ويعني الموضوع فيه فيه تجارة يعني السكيل بتاعته واصلها مش صعبة بس الموضوع ده فيه 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 تجارة وفيه بقى يعمل بقى يعمل روح يعمل لك بقى مركز بقى في مصر وصنينه مركز السلاموني للنفخ والشفط واجهزة واجهزة اليوم الوحيد اه واجهزة واجهزة واجهي لك بقى الناس من الخليج والناس من من امريكا والناس مش عارف ايه الدكتور احمد السلاموني بقى وقتق وطعم بقى ايه تعمل صفحة على فيسبوك قبل وبعد بعد الشفط وقبل الشفط وقبل النفخ وبعد النفخ بسه يعني يعيش حياتك بقى تمام ماشا باشا ماشا تمام يا دكاترة يعني اللي سامعني احمد انت ديس صحي اه معاك دكتور باش روح نام بقى احمد وانا روح بقى شوف الوراية احمد كنت عايزة بقى سعيد اتفضل انا حاليا طبيب مقيم طارق تمام فكل اللي سأرع التخصي واللي هام حاجة في التخصي انك انت تتخلص والساف لانه مستعب التخصص وانه مستعب لانه مستعب تمام انت طبيب مقيم كنت برضو انا بفكر في السفر للغلطاني يعني فانا ازاي استقل الصوت قطع الصوت راح الصوت راح يا دكتور انا مش سمعينك وطريبا عنده النت فصل الصوت كان مسموع السلام عليكم ايوه انت عندك تعريبا فصل واسمعك بالوقتي اه انا طبيب مقيم طوارد وقت المستشفى جمع وكمان لايه تنسي يعني هو قسم لسه عندنا لأ 4 سنين بس الدنيا لسه يعني بس فلما سألت على المستشفى بتخصص سألو اهم حاجة ان انت تخلص والسافر يعني فاي وضع السفر هو في يعني عشان خطر الطوارق في ميتنج على اليوتيوب هتلاقيه عن الطوارق اه انا سمعت منه جزء جزء كبير ده كأن كنت لاستشاري رجل استشاري طوارق شغال هنا في فيلترا وتكلمنا باستفادة يعني عن الطوارق يعني الطوارق من الحاجات اللي هي يعني يعني أو هناخد اكتر تخصص لي فرص بر مصر بلا جدال يعني نمبر وين الطوارق في كل بلاد العالم يعني هل موجود في تخصص انا سمعت المانيا يعني لا ما عرفش المانيا يعني المانيا انا اعرف فكرة عن المانيا اما التفاصيل في المانيا لا ما عرفش انما هنا في انجلترا التوارق يعني اكتر حاجة في الدنيا التوارق دوت هتشتغل زي سالوخ برينز طبعا عشان خطر بس ايه اللي هيسألني فيه برضو كان حد بيقول لي الفرص وبتاعه مش عارف ايه وارقامه جيب لي ارقامه الموضوع ما هو انت يعني برنس ايه ما انت لازم تتعب يعني ما هو هتتعب هتزاكر برضو وهتعمل بورتفوليو وهتعمل مش عارف ايه وانت هتيجي كده وتقول له مش عارف ايه لا هتتعب ولكن انا بتكلم بالنسبة للجراحات والبطنط والمش عارف ايه لا طبعا ما فيش مقارنة الموضوع السفر خطوة السفر تبدأ بعد المسطر انت لو سمعت الميتينج كله هتلاقينا اتكلمنا على كل الابشنز بتاعة السفر بتاع الطوارئ فيه اوبشن السفر اللي هو الناس تسافر هو زي ما هو كده الدكتور ده عمل الناس بتسافر سافر هو سافر خليج وعمل من الخليج ويجي على هنا وفيه ناس بتسافر تعمل mrcm اللي هي بتاعة الطوارئ ويسافر عن انجلترا ويعمل ويخش بقى سواء يخش التريلنج من اوله خالص او هيخش التريلنج على ال ST3 على ال SPECIALITY TRAINING على طور انت شغال طوارئ وعايز تسافر ذكر mrcm بس خلاص او هيخش التريلنج من مصر هتبقى في الشغل بعدين في بريطانيا انت المصر بتاعك انت 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 المصر بتاعك انت بدأت تتذكر فيه دخلت فيه ولا لسه هتخسجل وهتعمل وهتخلي لسه اول سنة في الطارئ اول سنة في الطارئ انت ممكن تمشي تذكر الاتنين مع بعض تذبط بقى حالك وتذكر دي مع دي ولو خلصت انا شايف ان انت لو انا كنت اما كنت في مصر انا كنت بذكر mrcs وكنت بذكر المصر وخلصت mrcs قبل المصر وروحت سايب المصر لهم سايبه وربنا سهيل لي الحمد لله انا كملت المصر يعني بس انا كملته ان هو ايه يعني كالتسهيل ربنا بس انا قدت قرار ان انا همشي خلاص وسافرت فعلا وسبت المصر وبعد كده نزلت اجازة كده فقلت اشوف يعني هيمكن وانا في اجازة والله كنت في اجازة وروحت كده الجامعة وبتاع قبلت المشرف في الطرقة اللي هو ايه قال لي ايه يلا عشان تناقش الله سبعان الله تسهيل ربنا بقى فقلت انا خلاص بقى نكمله فخدت فناقشت على طول محدد وروحت نقشت كنت خلاص يعني كنت سبته فعلا يعني فانت ممكن تمشي في الاتنين مفيش ممكن تمشي في الاتنين وشوف بقى ايه اللي هتزبط معك في ايه لقيت نفسك خلصت والمسطر لسه فاضل عليه كتير وهيعطلك لقى خلاص سافر لقيت نفسك لقى المسطر خلاص فاضله وتكى ويخلص معك ماشي خلصه يعني امشي في سكة الـ ابدأ اجمع ملعنى معلومات وابدأ بقى اذاكر هي طبعا الـ تفاصيلها بقى مش عندي هو كان يتكلم عليها في الميتنج بكتير واعد يقولك كم جزء والخمس اجزاء وتذكر مش عارف الـ 3 اجزاء انا مش فاكر بقى انت اسمع الميتنج كله وركز بقى في الحتة اللي هو قالها بتاعت الايه الاجزاء دي وانا وقفته حتى عنها عندها لانه قالها مش واضحة فوقفته عندها وخليته يعيدها تاني بالاول انا فاكر ان احنا نهينا الميتنج وكانت واضحة جدا فانت بتكرع توكر على الله كده وابدأ فيها ان شاء الله تجيبك انجلترا وتشغلك رجسترار لو معاك الخبرة بس سنتين ثلاثة هتشتغل رجسترار زي الفول وبعد كده تبدأ بقى تعمل الـ وتخش على الكونسلطانت الموضوع ييجي يعني مش صعب مش مستحيل طبعا يعني عشان خطر بس الناس يمكن بتفكر ان انا بقى لا هتتعب وهتزاكر وهتكافح عشان ايه احسن الناس ايه انا بلقت تاخد فكرة كده ان انا بديهم امال وردية لا مفيش امال وردية فيه تعب وفيه مكافح في كل حاجة والخصة دي قصة انا شغلتها في فيديو الواحد وبتاعت الـ تلحد اللي هو كان بيتكلم عن سكة انجلترا قفلت وكده وبتاع يعني عشان لو انت يعني عايز تفهم ايه انا قصد ايه هتلاقي الفيديو اللي هو قابلي ده على طول اللي فوق على الـ اللي هو هي سكة انجلترا قفلت ولا لأ لو عايز تفهم اصد ايه في القصة دي حاليا في كل دول العالم ولا في دول العالم لسه مش تخصص طوارق لا احنا 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 متبصش لمصر احنا في زبادي في الخلاط التوارق ده تخصص استبلشت استبلشت مش بيفكروا فيه مش بيتوروه مش بيزبطوه لا ده هو خلاص خلص تخصص وخلص وتعمل وبنفكر بنشوف غيره موجود في كل الحياة كلها في مصر وموجود في انجلترا وفي امريكا ومعرفش بقصة المانيا دي بس طبعا موجود في انجلترا وموجود في امريكا موجود هنا في كل مستشفيات في الدول الخليج دول الخليج دي اعتبرها عبارة عن مستشفى برايفت كبيرة المستشفى البرايفت او يعني مش مستشفى برايفت كبيرة كلها مستشفيات برايفت زغيرة كده في كل حتة كوبي بيست يعني مثلا ايه مستشفى يعملوا كوبي بيست مثلا من مستشفى في انجلترا هنا في بريستون بطوارقها بمش عارف ايه بيبتاع ويحطوها عندهم هناك فهيبقى المستشفى دي فيها طوارق يعملوا كوبي بيست مثلا من ام دي اندرسون مععد الاورام السيرجيكا الانكولوجي عاملين كوبي بيست فيحطوه في حتة كده في بتاع هو هو زي بالزبط فيحطوه فمشيبقى فيه طوارق فمعندهمش سيستم معين تلاقي بقى مكان فيه طوارق مكان مفوش طوارق مكان مش عارف ايه مش زي هنا مثلا انجلترا خلاص هو فيه سيستم ماشي على كل حتة بس هو موجود في الخليج وموجود بقى بس ايه يعني الموضوع شوية شوية بقى ناس تشغل طوارق بزمالة ناس تشغل طوارق باش عارف بسيستي ناس شغل بتاع اعتقد خلي سكتك واضحة خلي التارجل بتاعك واضح انت اعمل اما ارسل اما وتعني انجلترا يعني اعتقد ديها تسكة بالنسبة لطوارق تبقى واضحة جدا يعني اسمع بقى الميتينج كله وركز في تفاصيله وابدأ بقى اشوف الامتحاب بتاعك عايب بقى اعمل ازاي وامشي في الاتنين مع بعض مفيش مانا خالص ان انت تمشي في الاتنين مع بعض بعد مرحلة الكلية خلاص بقى الحياة ما مينفعش اللي هو ايه انا بذاكر بس لا انت بتذاكر وبيبقى عندك واجباتك اجتماعية وبيبقى عندك مثلا خطبتك او زوجتك او اولادك او وعندك الشغل الحياة كلها بتمشي كده ايه ما عادش بتمشي بقى الطريق البسيط بقى بتاعنا واحنا طالب ده واحدة واحدة المفروض انت بقى خلاص تخش في ايه اه ينفع تمشي في مستر واما ارسل اما مع بعض وابليكابل جدا والناس بتعمل كده وبتمشي في اتنين ربنا يوفقك وتعرف تخلص الاتنين عادي يعني ناس كتيرة عملتها انا بقولك انا شخصين عملتها ففي ناس كتيرة عملتها ايه الفايد ان انا خلص المستر في مصر طيب اتخب انا ما عرفش الصراحة المستر ده يعني ما قلوش اي فايدة المستر ده فايدته الوحيدة ان الناس ممكن تعمل منه دكتوراه والدكتوراه في الطوارئ بتاعتك ده صراحة ملهاش يعني ملهاش مش عارف حتى الدكتور عبد حكيم هو اللي كان بيتكلم بيقولك الدكتوراه في الطوارئ ديت مين هيعترف بيها بره في السفر يعني فانا مش عارف صراحة المستر ايه فايدته يعني انا مش شايف له فايدة بصراحة يعني انا انا من ساعة بخدته نفسي استفيد منه بحاجة طبقه على الحيطة طيب طبقه عبد يعني اطلع منه باي فايدة مش عارف استفيد منه ان شاء الله يمكن تباله فايدة قدام يعني مش عارف فانا يعني ادي اولوية انت عايز سافر ادي اولوية للشهادة بتاعت النكترا مش عارف بقى المستر بقى انت اسأل دور معرفش انا عمال افكر كده سؤال فلسفي وجودي صعب جدا يعني انت اضربته في مقتل مش عارف صراحة بصراحة ومستر يكون لفايدة ان انا اشتاب بالخليج مسلا ده الحاجة اه يعني انه هو ايه موجود ده نعمله بالمرة يعني فاهم انه هو ايه اه يمكن ينفع في حاجة فاهم انت حارف انت ان البيس ديال اللي هو يزيج بس شو كده يقولك ما نشتريها كده يمكن تنفع في حاجة اه بصراحة كم سنة ميك موني بس مش اكتر من جدا فا يعني لو هتمشي في سكة الشهادة الاجنبية اديها أولوية بالشهادة مع خبرة الشغل بتاعتك اللي في الجامعة ديت الاتنين دول مع بعض كومبنيشن جميل جدا يفيدك بقى في حياتة كتير خالص في الخليج وفي انجلترا طبعا يعني تيجي انجلترا عشان خطر الخليج ده شغل انما انجلترا تعليم تعليم تتعلم وبعد كده لابا تخلص بقى تبقى كونسلتن تتخلص الحاجات بتاعتك وتبقى كونسلتن عايز بقى تسفر انجلترا تسفر الخليج تعمل فلوس بقى ولا بتاعتك الدنيا تبقى معك حلوة عايز تنزل مصر هتشتغل في حاجات مثلا اماكن معينة اللي ممكن بقى بس هرين بقوا عايزين حد يكون جاي من انجلترا معا معا حاجات شهادات وحاجات من هناك انت لما بتيجي انجلترا هنا بتبقى باكستنسيف ترينيج يعني كورسات وامتحانات مش مجرد الامتحانات اللي بتاعت اللي بتاع لا في الكورسات نفسها دي وكلها عبارة عن امتحانات والتيتشنج والمش عارف ايه قصة يعني قصة طويلة يعني لحد لما يعني بتتفرن فبتطلع بقى فعلا يعني ايه على لغي الكنسلطن تكده بتطلع راجل فت بقى يمسكوا فيك في اي حتى حتى في مصر في بعض الاماكن بس مش في مصر ده حتى اجعل رأي الدكتور عب حكيم يعني في الميتك في ايجبت بقى مش مصر بقى فانت هتشترى لما ترجع لو هترجع مصر هترجع ايجبت انت عارف ايجبت ولا مش عارفها مستشفى الامان السعودي وهي في ايجبت ايجبت بقى اه ايجبت بقى بكل ايجبت وبتاع هاشتاج ايجبت فهم تمام دكتور ميس دكتور ربنا وفاك انا مش هادر اخد اسئلة كتر من كده لكترة همشي بقى عشان انا فعلا مش فاضي وان شاء الله نلتخي في اه لقاءات اخرى السلام عليكم طب نعم في حد قال حاجة كده امك يعني اه لا بس بس ايجبت تعالي الرابط البس بتاع السفر اللي حظك بتقول عليه انهي حاجة انهي واحد بتاع بتاع السفر بعد الامتياز على طول لا انا ما عملتش حاجة عن السفر بعد الامتياز على طول هو هو قول انت عايز تقول ايه وانا جاوبك طايف يعني عشان خطر ايه انا في ساتة كنت عايزة في الامتياز او بعد الامتياز ايه ايه طريق الصفر اسرع طريقة صفر ما فيش يعني انا ما عرفش حاجة تصفرك في الامتياز او بعد الامتياز في الطب يعني عايز تشتغل تسافة تشتغل الدكتور يعني ما فيش لازم اقل حاجة مثلا الخليج بيبقى عايز السنوات خبرة بعد الامتياز عايز تشتغل جي بي السعودية مثلا عايزك تشتغل سنتين عشان تشتغل جي بي في السعودية ما عرفش الامارات عايزة قد ايه بس يعني برضو هتلاقيها سنة او سنتين برضو عشان تبقى جي بي طبعا السعودية احنا بيقول السعودية عشان هي اكتر فرص بتبقى في السعودية بالنسبة للناس اللي هي بيتسافر بدري بدري هم اللي عندهم بقى دولة كبيرة وفيها بقى اماكن المراكز الخاصة كتير فإنما ما فيش حاجة هتاخدك كده وانت لسه يعني يدوب في امتياز كطب يعني ده الاجابة المختصة على السؤال بتاعت لو انت عارف حاجة انا مش عارفها اقولها بس يعني ما فيش القصة انت بقولها دي ما فيش دي دكتور رفق يدوى ايه يعني لازم تحضير او حاجة ما انا بقول لك عشان تبقى اقل حاجة جي بي عايزة سنتين خبرة وتروح تمتحن امتحن كاسمة برومتريك وانت حمش صعب عشان خطر تسافر تشتغل جي بي في السعودية انت انت دوقتي خلصت ايه انت خلصت امتياز لسه هتخل امتياز لسه هتخش امتياز اشتغل على نفسك بقى يعني اشتغل على نفسك بحيث انت لما تيجي تسافر تعرف سافر على مكان كويس شوف بقى انت عايز تعمل بقى تحسن مستواك في الامتياز انا مثلا حطت مثلا فيديو عن الامتياز ازاي تعرف الامتياز انا شغال حضرات من فالي سنتين ومعظم حاجة انت قلت تعلموها انا حاليا بعرف عملك تمام حاول تطور من نفسك اعمل حاجات تانية اللي خلصت ده الطب ما بيخلص يعني يعني خلصت الحاجات ديات اعمل حاجات تانية اعمل كورسات اعمل اتذاكر بقى اتذاكر اي حاجة عايز تذاكر مثلا الاوبشن ده مش موجود يعني انا ده ده مش شروط انا هي الدول بتحط شروطها كده يعني ما تلومنيش ده انا بقولك ما فيه انا بس انا حاسد تزعبت مني كده طب انا مش زنبي والله انا اللي عامل كده لو بيدي هقولك تعالى يا عم هشغالك وعمل انت عايزه ازبر السؤال بس سريع طب معديزنك بس لالناس اللي بتدرس برا مصر اللي هو مسلا تكليف في مصر بعد السنة الامتياز ولا لا ولا النظام بتاعهم اصدق ايه مش عارف السؤال مش فاهم السؤال اللي دارس بخلص طب جراحة وكده خارج مصر في روسيا في ألمانيا في البلاد دي بعدما بيخلص بيجي يدرس السنة الامتياز في مصر على الحساب ده طبعا على حساب الجامعة يعني المستشفى الجامع اللي حين زي لقى لما خلص السنة ليه بتعامل اللي هو ليه تكليف وكده زي زي الطلبة الجامعين مالكش تكليف ووظيفة لأ انت بتقدم بقى على حسابك في البرامج التدريبية المتاحة بقى يعني بتبقى على حسابك إنما مش وظيفة لأ بس ما قلناش هاته بتخلص الامتياز ده بيبجي على حسابك لكن بعد الامتياز برضو برضو على حسابك أيوة بتقدم مثلا في الزامرة المصرية على حسابك زي الوافدين يعني إنت مصري يعني حتى لو مصري بقى مش عارف هل هتخش تكليف مش عارف بصراحة مش عارف لو انت خريج جامعة تانية وعايف تخش هنا هتخش بقى التكليف بتاعهم وتبقى في الوظيفة مش عارف لا لحن نحن نعلم وظيفة كل حاجة تمام بزيادة عن الناس اللي جايب زيادة عن المجموعة ومجموعة وكويس بسما يسافر Mama وكده لكن نحن نفسك على سنة التكليف بس هل ترى علينا سنة التكليف دي ولا التكليف ده وظيفة معقول التكليف ده عبارة عن انت كده بتيت موظف في الحكومة معقول التكليف ده ايه مش التكليف يعني السنة اللي بتسبك في الوحدات وكده ايو ما هي دي وظيفة دي وظيفة بموظف في الحكومة بيبقى على درجة مالية في الحكومة. ايه? لا ان شاء الله احنبقى موظفين. لا معنى زمالنا كتير احنا مخلصين انا وكده. ما انا بقول لك التكليف ده عبارة عن وظيفة حكومية. بتبدأ انت ليك درجة مالية في الحكومة في ادارة مسلا طبية معينة وبتاع. وتبقى انت بقى بتروح بقى في الادارة الصحية دي بتتوزع وبتاع. هل بقى الناس اللي خريجة جمعة من بره? انا الوافدين طبعا لا مفيش. انما المصري. لا لا لا. في ناس مخلصة من سودان زمالي وكده. اتعاين في مصر ولوهم تكليف وكده. لكن دلوكتهم افس الامتياز وفي ناس مخلصة وتعينت. وكل حاجة تمام. لكن انا بس. بس احسانة. تكليف اللي هو. ايه مصري انا حضرتك. انا بقول لك انا ما عرفش المعلومة دي. يعني انا ما عرفش. بس اه اه اللي جاي من بره ده هيتعين في التكليف وهيبقى ليه وظيفة وياخد مرتب وكده. انا ما عرفش بصراحة. ربنا. انكم عارزونا اتعرف على حضرتك لان انا دخلت ع الجروب وكده من فترة ورغيبة يعني وكده. ان شاء الله السنة الجانة نازل ان شاء الله امتيازوا كده في مصر يعني وكده. انا وكده. انا ايه. لحما ان شرفنا يا دكتور والله. والله ان شارتي في انجلترا بقى ان شاء الله بقى ما ننزل مصر نبقى قبلك يعني. ربنا يوفقك إن شاء الله إن شاء الله كده يعني ما أنا بقول يعني أنت يعني فكر بقى أنت من مصري يعني آه أنا من مصري وكمان من أصوات آه أي بس كده الأكسنت بتاعتك قلت أنا قلت أنت من سودان لأنما آه فكده أنت من أصوات فهمت أنا طب أنت خريجي يعني في جامعة آه من بره ولا أنت عملت إيه أنا في جامعة موسكو هنا في روسيا وخلط إن شاء الله السنة هذه إن شاء الله سنة ستة إن شاء الله في شهر ستة كده أخلص وإن شاء الله حنزل إن شاء الله مصري امتياز بس أنا حور المجموع وكده كله معد يعني الحمد لله يعني مجموع كويس بأنت ما تعرفش تعمل الامتياز ده عندك يعني أنت خريجي جمعاً لا ما إحنا عندنا هنا لأنت عادت حضر الامتياز بتاعك ولو عادي تخلص الزمالة وكل حاجة لكن أنا محتاجة أنزل مصر عشان أتعامل إن أنا أتعامل كله مع أجيان بل أنت بتعامل كله لازم يعني أنزل السنة المتازة عشان أتعامل فيها بس أنا أتعامل فيها مع مصريين وكده وأسماء الأمراض وحاجات بالعرب وكده لأن أنا بدرس إنجليزي وروسي فإنا لما أنزل مصر هتعالقي صعوبة في الحاجات دي وحضرة حكيت فاهم لما تتعامل إنت هكي في حضرتك وفاهم الكلام دي يعني وتعامل ملايانة وكده فاتي مصريين بتعامل أيها بس زنة الامتياز دي يعني سنة مهمة في التعليم إنت لما تنزل لمصر مش تتعلم حاجة إنت عندك إنت عندك هتتتعلق أصل اللي إنت بتقوله ده ممكن يعني يتلحق يعني ملحوقة في أي وقت تاني لا أنا أنا بجال السنة الامتياز أنا مش أنا مش أول دفعة يعني وكده أنا ما عايز أمايل وكده بس إحنا الاختلاف بما بيننا على السنة للتكليف اللي هو السنة اللي بيجي فيها في وحدة دي ليه سنة كاملة بعد الامتياز يا هل طرح نالينا السنة ولا ملناش بس لا أنا معرفش طرح أنا السكة ديت أنا ما عنديش على المعلومات راحة مش عارف ما قدرش فيدك حضرتك ما نتعرفناش بحضرتك ممكن نتعرف بحضرتك بعد أنا اسم يا أحمد جابر أنا شغال في إنجلترا شغال جراحة عامة بسم الله ما شاء الله بطول يعني خلصت بقى الزمالة اللي هي تسمى زمالة وبمتحن الFR هي دي بقى الزمالة اللي هي الFR خلصنا بقى الجزء الأول وبمتحن الجزء الثاني وعايز أخلص بقى وبعد كده هشوف بقى هعمل إيه يعني هل هكمل هنا يعني مش زغال قوي يعني أنا خلاص دخل على الاربعين أو يعني وانخلنا بقى بس وعملين بقى الجروب بنخس إن احنا نحاول نرتب الدنيا ونرتب الدماغ أنا اشتركت في الجروب ده من فترة وريبة يعني الصراحة وعني أي معلومات وكده بصراحة بسمع الفيديوهات بتفيد رحيات لجدام بصراحة لأن الواحد السنة يجي أحوار للسنة الامتياز برضو عايز يعمل يعني استفاد منها كبير قدر يعني ممكن في القدام انت هتنزل في مصر الزبادي في الخلاط ما كنتش تاخد بالك من نفسك وتوعى لنفسك وتعمل لنفسك كل واحد يعمل نفسه برنامج تدريبي لنفسه هتلاقي نفسك تهت والسنة هتعدي منك كده ومش تطلع منها بحاجة فركز بقى انت هتنزل في مصر ركز بقى في السنة دي وشوف بقى حاول تطلع منها بأي قدر منها الإفادة لأن مفيش حد هيهتم بيك خالص الامتياز ده اكتر ناس محدش بيهتم بيها في المستشفى ولا كأن حد معبره خالص فحاول بقى انت تهتم بنفسك وشوف بقى اللي أنا بقوله بس دور تاني ودور واسأل تاني انا بفتح السكة بس انا بفتح السكة بش اكتر صراحة لان الافكار كتيرة جدا معاك حاجة الكلام ده فبدل السكة فيه مليون سكة وافكار وصراحة اللي جيت كذا وحد عنده افكار وكده فالواحد بس بحاول يطلع يعني كل واحد بشوف خطة فالخطة بتمشي معاه والصراحة الناس كل واحد تجربته غير التاني كل واحد سكته غير تاني وامكانياته غير تاني يعني كل واحد قصة قصة مختلفة يعني كل واحد بقى سكته غير التاني بس الفكرة ان الواحد يعني دي اهم حاجة ان حصلت معايا ان في بعض الاوقات ان انا كنتش بقى موف باي مومنتم عارف الموف باي مومنتم اللي هو انت ايه عارف المومنتم اللي هو قوة الدفع كده مثلا بالزوء عربية فهي تبدأ بقى ماشى تزقت مرة واحدة فماشى كده ايه ساعات بقى تخبط في الدنيا تخبط فيك وبتاع وانت ماشي باي مومنتم انما باي مومنتم ده مش حلو ترس ماشي اكتف ماشي المطور بتطع العربية غال مش صعب لازم بتحد على الواحد فترة فالزات يعني واحد دار ستين سنتين اه طبعا الفترة دية بيخط تزين كتير حس حاول الناس يعني تحاول تتفادها بخطر الامكان الموف باي مومنتم دي لان دية مش كويسة بس ربنا يوفقك في اللي بتعمله ما عرفش خصة تكلفة ربنا يوفقك ربنا يبارك فيك دكتور ان شاء الله وتسكر جدا مع حضرتك وربنا يقدرك عنه السعادة النساء كتر وكتر ربنا يخليك ربنا يكرمك سعادة شرفنا بحضرتك احنا زادنا الشرف يا دكتور ربنا يخليك دكتور السلام عليكم ناش السلام الله وبركاته طيب يا جماعة استعدعكم الله ونلقاكم دكتور احمر ازايك اهل مسهلا اتفضل ازايك دكتور اخبارك معك دكتور ريشي تمام والله الحمد والله اهل مسهلا الله يكريم 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 ايهل اخبار تمام والله الحمد والله طبعا انا معاكم في الجروب من فترة وما كنتش كلمت معاك خالص غير شات كده بسيط بنا فقلت حاول ابقى معاك واخف اللود من عليك ان شاء الله اقدر اساعد الناس معاكم وتحتبركم انا دكتور ايشان اه ربنا اكريم اه يعني ربنا اخذ طبعا يعني احنا احنا نرحب طبعا بأي حد يدي نصيحه ويساعد ما فيش مشكلة خالص يعني رب ده ده حاجة تسعدنا يعني تسلم دكتور رحمة كتر خير وجد وان شاء الله يعني بقى خف من عليك كده في الفترة الجاية وابقى معاكم ان شاء الله يعني في الليف شوف ايه اللي انت عايز تعامله ايه اللي تقترحه اه وانا معاك اه يعني ايه كل القصة انا بس ايه وقت طايت جدا يومين دول لحد ما خلص الامتحان بعد كده بقى يعني انا بالنسبة لي عندي عندي ملايين الافكار لسه في دماغ عايز اعملها شوف برضو انت بتفكر في ايه عايز تعمل ايه عايز تعمل ميتنج عايز تعمل سيشنز عايز تعمل يعني اللي انت حابب تعمله فكر فيه وقول عليه ونرتب مع بعض وما فيش مشكلة خالص والله حلو ان شاء الله نساعد الناس ونكون معاهم هعرف بلافس انا دكتور يشام مدرس مساعدة الجراحة العامة كلية طب رسي اس بتاعتي من 2018 خلاص انا امتحانات الامي بتاعتي بقى الدكتوراه في شهر خمسة ده فانا بكلمك وانا مطحون والله يلقيتكم كده شوية قلت هدخل ادارتش معكم ان شاء الله بقى معكم في الوقت انا هتقول بقى سوا شوية ونحاول نفك كده من الضغط اللي علينا وانا برضو زاكر برضو بخش كده ما حب افك كده خش كده احنا احنا بدون رب من استرس والامي والكلام ده بقى بالدردش انا شوية انا اسفين بس ده كدر في ناس معكم بتاخد بط ماليست مزنو انا صغيرة خالص ربنا معاك دكتور محمد شيد هيلة شيد سالة 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 سبحان الله صدفة من غير معال بجد رحمة مفسوط ان في ناس محابة تساعد وصد افكار وخبرات ربنا وفاقكم بجد وكل سنة طيبين كده اليوم المبارك ان شاء الله معايا بقى دكتور هشام بما ان جلت راجل قديم معايا ان شاء الله في فكرة سلسلة من الميتنج انا عايز ابدأها وتكلمت عليها اللي هو ايه مش مش مجرد برضو التعريف الناس بالطرق السفر وكده انا انا هبدأ السلسلة دي انا عايز برضو لو الناس الكبيرة اللي زيك كده تبقى معايا الناس القديمة يعني شوية انت دفعت كام انا 2012 2012 ماشي يعني هقول عليك ناس قديمة ماشي اه 2012 يعني اخطر 34 سنة هكبر مني ب6 سنين بقى فالعب هعتبرك من الناس القديمة ما عافش لحاجة حلوة ولا وحشة يعني يا بش اللي انت عايز اللي انت عايز الـ 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 عايز ابدأها يا رب تنجح وتجيب نتيجة هسميها كده لو كنت وزيرا يعني للخيال تمام والواقع يعني دايما بيبتدي بخيال فيعني انا قلت انا حدا ضربت بلون اختبار كده وكتبت بوست لقيت لا اقيت تفاعل كويس وان هل انت هنعمل مثلا ميتين هنعمل نتكلم تخيل ان انت في موقع مسئولية في مستشفى او ان انت في موقع مسئولية في ادارة صحية او ان انت رئيس قسم في مكان تخيل تخيل خليك عندك خيال يحسن الوضع في سبيل ان احنا لو عملنا كل واحد عمل حاجة زي كده ان احنا كمان عشر سنين يبقى عندنا نظام صحي كويس وحتى لو اي فكرة بسيطة انت تقدر تقولها وتقدر تعملها في المكان اللي انت فيه او اللي انت هتروح فيه او اللي انت كنت فيه قبل كده طبعا الناس الناس القديمة شوية يمكن مش زي اللي اقدم منك شوية اللي هو دفعتي يعني مثلا واللي اقدم مني كمان دول لو بتكلم معهم في هذا الاتجاه دول بيعتبرون ان انا راجل مجنون يا عم انت بتهري في ايه وتتكلم في ايه وبتاع ولكن انا شايف ان الوضع علشان يتغير لو احنا بنقيم فيه تغيير كمان عشر سنين ان احنا لازم نتكلم في هذا التغيير وفي تفاصيله الزغيرة خالص من اول ان انا طبعا عايزة هنضف العنبر ده وبعد كده حد الزغير يتكلم وبعد كده نسمعه ونعلق على الكلام اللي هو بيقوله وننبهه ان هو هيحصل مشاكل وان هو هيحصل هيقابل احباطات وننبهه ايه القصة اللي ممكن تتعمل تنفع لحيز التنفيذ يعني نقول له مثلا اه لا دي هتنفع ممكن تنفع تتعمل لا دي مش هتنفع لا هيقولولك كذا عشان يقولولك كذا فانت هتفادى القصة دي ولقيت تفاعل من الناس ولقيت الناس حابة تتكلم وتقول انا عايز اتكلم انا عايز اتكلم انا قلتهم حتى اللي عايز تكلم يقول اي حاجة يعني انا ده كده ده الخيال ولكن انا يعني ان الموضوع ما يبقاش خيال على المدى البعيد على مدى سنين يعني ان شاء الله هل بقى الموضوع ده هتنجح ولا لا الله اعلم انا كل القصة ما يهمنيش انه ينجح انا يهمني ان انا اعمل علي ان انا احاول فيه وان انا اتعب فيه واعمل علي طبعا انا الناس القديمة محدش هيقتنع فانا مش عايز حد يحبطني يعني اللي هيحبطني خلاص خلي احبطك لا بالعكس الموضوع ده ما فيش فيه احبط ده يعني ده يمكن لا لا فيه لا لا طبعا لا فيه لا كل الناس بصها الناس القديمة انا مش بقول ان هما ده يعني انت بتديهم لمبة امل كده شوية ووضوط شوية هما كدترخرهم يعني يعني دفعتي مثلا ولا قبليهم ولا قبليهم كدترخرهم الناس حاولت وعملت وحاولوا يغيروا الدنيا من فوق لا دول حط دول أمل اتضح ان من فوق ماينفعش واللي مش مدرك ان التغيير من فوق ماينفعش يبقى لسه بدل عليه يعني التغيير بيبدأ من تحت من تحت حتة زغيرة في حتة زغيرة كل واحد في الحتة اللي هو فيها دكتور غير في الحتة اللي انت فيها مدرس غير في الحتة اللي انت فيها احنا ده كثرة نتكلم في التغيير الطبي نتكلم في الحاجات الطبية نتكلم في ازاي ان احنا نوجه الناس للصح ان احنا ازاي نعمل حاجة صحة في مستشفى ان انت ازاي تعمل مثلا الصح المنجم يعني مثلا check list مثلا يعني مثلا من الحاجات اللي بشوفها في انجلترا واللي مش بتتكلفش فلوس خالص ولا مالين فلوس يعني خالص ان انت ليه ميبقاش فيه safety checklist بتتعامل قبل العمليات احنا قبل العمليات في انجلترا مثلا نخش قط العمليات نعمل طبور كده يبقى عام زي طبور كده طبور الجيش بزي طبور الجيش بالزبط كله يقف بنا نبقى وقفين في دايرة كده وكل واحد يعرف نفسه قبل كل عملية ان شاء الله حتى هنعمل abscess كل واحد يعرف نفسه ويقول رول بتاعه ايه يعني انا شغالة مثلا واحد يقول انا دكتور انا بتاع التقدير انا مش عارف ايه بتعرفنا على بعض هنعمل عملية ايه اللي هنعملها العملية ديت ال site بتاعتها ما متعلم ولا لا يبقى احنا كده ضمننا ان احنا هنعمل عملية العيان الصح وما يبقاش خشيرنش بقى عيان غلطه بتاع هنعمل العيان عن ناحية الصح ما نعملش بقى هيرني على ناحية الشمال وهيرني كانت أصلا عن ناحية اليمين هنعمل العيان هي دي بروتوكولز لل WHO checklist ده دائما المفروض منصمة صحة العالمية انا بقول دائما احنا مش بنخترع العجلة احنا مش هنخترع العجلة في مصر احنا هنعمل حاجات موجودة قبل كده كل واحد بقى شاف حاجة كويسة في حتة هي في التلمة دكتور رحمة تتحلل في بروتوكول فقط والناس هتمشي وفقا لبروتوكول ايا كان بروتوكول تعليم بروتوكول تعامل مع مرضى بروتوكول pre-operative preparation او تجهيز مريض العملية بروتوكول intraoperative سيستم هيتحط البوستاوبراتف انت بتتكلم على بروتوكول يتمثل كل اللي بتقوله ده فعلا في ان الناس تبقى ماشية على سيستم على نظام وطبعا اليوكي هي من افضل الاماكن التي تدي لك او تطيط في الفرصة في الوضع ده هنا نحاول على قد ما نقدر نمشي على اعتقد ان هي لما تيجي تتطبق الحاجات دي في مصر مش هتنفع انت تيجي مثلا كوزير مثلا ولا بتاع وتقول مثلا انا هتطبق كذا ما بتفشل بتفشل انت لازم تطبقها في حتة صغيرة حتة صغيرة حتة صغيرة كل مكان وبعد كده يبدأ الحاجات دي تتجمع مع بعض يبدأ الحاجات دي تتجمع مع بعض وهي بدأت لما بدأت الحاجات دي تتعامل في الـ NHS يعني الـ NHS ده وقت ما وصلش ان هو بقى NHS غير بـ ارجنايزيشن صغيرة والارجنايزيشن ازاي تبدأ تتجمع مع بعض تلاقي مثلا ارجنايزيشن يقولك مثلا ايه CCG ارجنايزيشن بدأت كده مثلا سنة 1900 مثلا تعدى تشوهمية وخمسين ولا واربعين كانت مهمتها مثلا حاجة واحدة بس اللي هي تعمل كزع حاجة صغنانة كده وبدأت تجبر وتجبر وتتجمع وكانت مهمتها تلاقي كانت مهمتها في مستشفيات معينة ثلاث اربع مستشفيات مثلا وتبدأ تجبر تتجمع وبعد كده تجمعت لها مستشفى الفلانية ودي 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 الحد اما كبرت وصلت بقى بروتوكول عام مع الدولة كلها احنا بقى عايزين نغير من فوق عايزين الوزير الصحة مثلا يغير كل حاجة ماش هيعرف هيقابل بلاوي ومشاكل تحت بقى في القعر تحت هيقابل بقى مدام انتصر وهيقابل مدام سعد وهيقابل أستاذ فلان يعني فأنت عشان كده دي فكرتي ان انت كل واحد يقول يقدر يعمل ايه في المكان اللي هو فيه ويعملها ازاي وفكرته ايه ومفيش افكار جديدة بس دي يعني مثل الناس تلقى فاهمة مفيش حاجة هيعني هيخترعها هو هينقل فكرة يقام ما شافها في حتة معينة هينقلها سمع عنها في حتة معينة هينقلها طب ازاي بقى يحاول يطبقها ويكيفها ويزبطها ويبتاع بحيث نها تنفع في المكان اللي هو فيه فشوية خيال كده اتمنى ان انت تشارك معايا فيه بما ان انت راجل قديم يعني هعتبرك من القدام ما عافش دي انت واختها بتاخدها كعيب ولا ميزة لا خلص اتمنى انت ما يفعل حاجة دي بالاضافة دي انت عايز تعمل وعايز تعمل فشنز عن الجراحة عن الامة ارسي اس عن البتاع الجروب بتاعك براحتك انا اي حد بيعمل حاجة كويسة ما عنديش مشكلة يعني طالما حاجة مفيدة وبتاع ما فيش مشكلة خالص الله يكرمك يا دكتور احمد لنا الشرف انها لطقت معاكم وكلكم نهاردة وبالتوفيق للك جميع ان شاء الله تخافوا بقى ساشان سجاية كتير ان شاء الله معاكم يوميا ان شاء الله بإذن الله ربنا نشكركم مع رؤية بتاعت حضراتكم يعني بصراحة وربنا نبرك فيكم يعني ربنا نزيد نزيد منكم اكتر واكتر يعني ربنا نخليك يا دكتور ربنا نترم السلام عليكم لو سمحت يا دكتور كنت عايز اسأل لو انا عايز اعرف التفاصيل للمعادلة البريطانية البلاب ولا يعني عايز اعرف الخطوات المفروض امشي عليها هل ابحث في جوجل بصفة عامة ولا في جروب ما فيش حد عارف حاجة عن اليوكي ام اللي ايه باختصار يعني لسه ما حدش عارف عنه حاجة خالص لا في انجلترا ولا برا انجلترا فده يعني هم قالوا ان احنا نغير الامتحان شكل التغيير ده عامل ازاي ابتا وفين يعني اكيد ان ما فيش حد عارف حاجة وانا اعرف ناس ممتحنين وهم نفسهم مش عارفين ولكن التوقع ان هو هيبقى تغيير شكلي التوقع ده مش مش معلومة ده 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 توقع من مني ومن ناس تانية يعني قريبة من الامتحان طبعا الممتحنين دول اصلا الممتحنين دول مش الناس اللي بي ممتحنين دول اي حد انا يعني ممكن يقدم كده ويبقى ممتحن ويبقى ممتحن ويبقىش داخل في تفاصيل القصة بس بيبقى ايه بيسمع كلام هما هما يعني فضاع لما بيبقوا عايزين حد ما يعرفش حاجة مش ممكن مستحيل تعرف على حاجة فما حدش عارف حاجة عن التفاصيل القصة دي بالنسبة للبلاب الريسورسز موجودة في كل حتة في مواقع كتير اسمها يعني جروبات كتير بتاعت بلاب فهتلاقي بقى كمية اصلا البلاب ده مش انت اللي بتذكري بس مش المصريين بس الباكستانيين والهنود والبتاع بس بالملايين فانت كتبي كده مثلا بلاب على الفيسبوك هتلاقي كمية جروبات غير عادية بتتكلم بقى عن الكتب وعن المش عارف ايه والريسورسز ايه والبتاع والخطط المذاكرة وي 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 كتير جدا يعني طبعا البداية بتاعت القصة دي باللغة الناس بتقول لها بتبتدي باللغة اللي بتحام بتاع اللغة الو اي تي بتذكروا بس هل ده ايجابة كافية اه طب انا دلوقتي هدأ الامتياز يعني دلوقتي ادور على مصادر والايلت والاو اي تي واذكرهم وبعدنا شوف لما يقرروا هيقولوا ايه عن اليو كي ام اللي اي ابقى ابدأ وحتبتدي امتياز وعايز تمشي في السكة دي يبقى تبتدي باللغة على طول اول حاجة تبتدي بتاخدي كورس اللغة او اي تي مش ايلت اول موضوع ما ياخدش اكتر من يعني من اربعة لست شهور مذاكرة يعني بكورساته كله موضوع ما ياخدش اكتر من كده خالص يعني موضوع مش صعب ومش زي الايلتس الايلتس ده كان امتحان سخيف وياخد وقت كتير انما الموضوع من اربعة لست شهور طبعا لما بقول مش صعب عشان برضو ايه انا انا الزهر الناس عاد الناس بتفهمني غلط الناس للايلتس الايلتس كان سخيف وانت عايز اربعة لست شهور مذاكرة تعب مذاكرة هيجي ان شاء الله معاك بعد ما بتخلص الاويت بتبدأ ايه تشوف بقى هتقدمي على الامتحانات البلاب امتا المتاح امتا وتبدأ بقى تقدمي سواء بقى حظك بقى ايه في الوك ام اللي ايه ولا لحية البلاب انا مش عارف التفصيلة دي هيخلصوا امتا وهيبدأوا الوك ام اللي يبدأ ولكن انت بقى وحظك بقى ساعتها هي البداية ان انت تبدأ انا شايف ان اللي عايز يبدأ يبدأ ما يستناش ما يستناش بقى هم ايه يعملوا يوك ام اللي ايه ما يعملوش يغيرو ما يغيروش خلاص نلتقي في وقت اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والكم السلام ورحمة الله